تحت رعاية وزيرة الصحة فائقة بن سعيد الصالح افتتح تعمال الملتقى الثاني لنقص المناعة المكتسبة الذي يستعرض أبرز المستجدات المتعلقة بمجال وقاية المجتمع وحمايته من متلازمة نقص المناعة المكتسبة الأيدز وحقوق المتعايشين معه الزميلة إيمان شرف والمزيد من التفاصيل في حديث تفصيلي يقوم على كفتين لترجح إحداهما الأخرى هي الانصاف بكل الحقوق والتعايش في مجتمع يسوده التفهم والتقبل لحالات مرضية تحمل نقص المناعة المكتسبة الأيدز فمن خلال هذا الملتقى تطرق الأبواب وللمرة الثانية ليتم استعراض أهم وأبرز مجال وهو وقاية المجتمع وحمايته من هذا المرض تعايش مع المرض لم يكن سهل تعايش مع المرض لأنه كان يعتبر كواصمة ولو أن هناك أسباب غير ما الأسباب التي تسقط فيه دائما هناك أسباب نقل الدم ما لا دم بأي شخص عامة فيه قد يكون هناك أسباب من الولادة عامة يكون هناك أسباب ينتج عليه كذلك المرض البحرين دائما نسباق في مثل هالمنتديات وأن تكون فيه عندنا أشياء متخصصة فيها فننضيف على إضافة ومثل أي مرض عامة ثاني اهتمامنا دائما كوزات صحة نضع المريض أولا ونهتم فيه في قضية مثل ما خبرنا علاجه أو وقاية من الأمراض وكذلك تعايش مع بعض الأمراض المزمنة بالنسبة للمواضيع اللي سوف يتم مناقشتها رح نتكلم عن مدى انتشار المراض في مملكة البحرين في منطقة الخليج والعالم شلون نسبة الحماية منها هل قلت ولا زادت شلون ممكن نحن نطبق حتى الإكسبرينس مع خبرة الدول الأخرى على مملكة البحرين الشيء الثاني المختبر حتى فحص المختبري تطور على مدى السنوات الأخيرة تغير طريقته وهذا اللي تقوم بالصحة العامة في وزارة الصحة أنه تواكب حتى آخر الفحوصات الطبية اللي ممكن تشخص المرض بأسرع وقت ممكن إنه ومن حسن الطالع أن يعقد هذا الملتقى بعد مصادقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة لقانون رقم واحد لسنة 2017 بشأن وقاية المجتمع من المرض وحماية حقوق الأشخاص المتعايشين معه ليأتي هذا القانون متوافقا ومنسجما مع مجمل القوانين والتشريعات والمواثيق الدولية ذات الصلاء ومن أهم هذه التوجهات هو رفع نسبة التغطية بالنسبة للعلاج نحن سابقا كان نسبة التغطية تتراوح بين خمسة إلى عشرة سطعنا خلال الثلاث سنوات الماضية إلى رفعها إلى خمسة وستين ونسعى إلى رفعها أكثر للوصول إلى أكثر من تسعين في المئة خلال الفترة القادمة الهدف الآخر المهم هو التقليل من التمييز ضد المتعايشين مع المرض والمصابين بالمرض وهذا التمييز طبعا نفس ما نعرف هو موجود في المجتمع وموجود حتى بين العاملين الصحيين أحد أهم أهداف منظمة الصحة العالمية هو التقليل من هذا التمييز والتعامل مع المصابين بالمرض كأناس لهم حقوق وعليهم واجبات في هذا المجتمع يتطلع الملتقى إلى تعزيز مستوى الوعي الصحي والمجتمعي بخطورة مرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز وتوفير المزيد من خدمات الرعاية الشاملة للمصابين فيما يسلط الضوء على التحديات المستقبلية التي تلامس احتياجات هذه الفئة من المرضى لمواكبة التطورات العالمية في المجال الصحي يأتي الملتقى الثاني لنقص المناعة المكتسبة الإيدز الذي يبحث من خلاله آخر المسجدات حول هذا المرض وطرق علاجه إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين